السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن دعاء الصائم مستجاب وبناء على ذلك يجب على المسلم أن يغتنم ذلك بالإقبال على الله تعالى والطلب والسؤال منه بذل وانكسار وخضوع على أن يكون الدعاء بما فيه من الخير والصلاح مع الحذر من أن يستغل الصائم أوقاته بلغو الحديث وبما لا فائدة منه من الأقوال فالواجب استغلال الأوقات بتلاوة القرآن والإكثار من ذكر الله تعالى واستغفاره من الذنوب والمعاصي والتوجه إليه بالدعاء في كل الأوقات والأحوال والظروف إذ أن إجابة دعاء الصائم ليست مقيدة بوقت الإفطار فقط قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد يسن قبل الإفطار التوجه إلى الله تعالى بالدعاء ومن الأدعية المشروعة قبل الإفطار اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات اللهم فإني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم فإني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأسم والمغرم اللهم أعوذ برضاك من صختك وبعافيتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لشأني كله لا إله إلا أنت مداد الحياة صلي على محمد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة